هناك أناس لم يفرقوا في كلامي على الإطلاق بين وصف وتعريف الحمة وبين من هم أطلق عليهم لفظه الموت اللهم الهلاك الذين لا يجزلهم الخلوة بالمرأة يعني بالزوجة فلبس الأمر حيث لم يستطيعوا التفريق في الفهم بين التوصيف وما بين الاستثناء في الحكم وأعتقد أني وضحتها جدا لكن لكثرة ما أتتني رسائل يعني ضربت واحد فيهم أن كده من خلال تعريف الحمة يبقى والد الزوج أنه لا يجوز يختلي بها عند بعضهم يعني فيهم كده فيهم كده أن يبقى ده حمة يبقى برضو الحم والموت لا خطأ على الإطلاق لأنني بينت الاستثناء بالنسبة للآباء والأبناء يعني أنا بينت من هو الحمة وأتيت بأقوال آل العلم من ضمن الحمة أبو الزوج بس مش الحمة هنا مقصود بالحمة الحمة يبقى هنا الحم والموت لا لأنه عندي استثناء في الحكم بالنسبة للآباء والأبناء الأب يجوز أنه يجلس مع زوجة ابنه وجازلون يختلف الجلسة معه لأنه محرم لها كذا بالنسبة للأبناء ما دون ذلك لا أعتقدوا أن الكلام مواضح جداً لكن هل أبو الزوج حمى هو حمى؟ طيب أبو الزوجة حمى لمن قالوا بأقارب الزوجة أيضاً نعم هو حمى بدل حتى إحنا في الهجيتنا المصرية هنا إما واحد مثلاً يعني يكون مع أبو الزوجة وأم الزوجة يعرفهم عن حد يقول دا حماية ودحماتي كذلك بالنسبة للزوجة لما يكون معاها أبو زوجها وام الزوجة تقول دا حماية ودحماتي كلام مواضح دا المعنى لكن الحم والموت ما يندلقش لا على الآباء ولا على الأبناء لكن يندلق على ما دون ذلك اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وبنعم الزوج وبنخلي الزوج إلى آخرة هم دول اللي احنا بنتكلم عنهم ولذلك أنا نقلت بالحرف الواحد قلت ذهب البعض من أهل العلم إلى أن الحم يطلق على قريب الزوج وقريب الزوج وده صواب تعالوا معنا كده في عون المعبود شرح سنن أبي داود كما نقلت بالحرف الواحد قال ابن فارس ألحم أبو الزوج أهو ألحم سمعوا مني ألف مرة ألحم أبو الزوج وأبو امرأة الرجل أبو الزوج وأبو الزوج دا الحم بس لا مستثنى دا مستثنى موش موت لا يجوز له الخلوة خلي بالكم معنا جدا وقال في المحكم أيضا وحمى الرجل أبو زوجته أو أخوها أو عموها فحصل من هذا أن الحمى يكون من الجانبين زي ما نبين طيب قال لك إيه وهكذا كأبيه دا حمى أهو أبو الزوج نفسه حمى كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم والمراج بالحمو هنا لما نقول بقى الحمو الموت أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه يبقى المراج بالحمو الموت أقارب الزوج غير آبائه ونقلتها رجوعها بالحرف غير آبائه وأبنائه ولذلك قلت الأباء الأباء والأبناء محارم الأباء والأبناء محارم للزوجة تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت طيب أنا بكده أنهيت الإشكال ودخل في التلبيس يعلم دي فيها تلبيس تلبيس في الأفهام ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن وأعتقد أنني وضحتها جدا ما عندش يعني بحاجة أو ما عندش بحاجة إلى التأكد على مرة ثانية